طيب لو اتكلمنا بقى ملف الاثار ملف الاثار الحقيقة بنتكلم على نقدر نقول ان ده العصر الذهبي للاكتشافات الاثرية من 2019 لغاية دلوقتي واحنا في اكتشافات اثرية هامة جدا متلاحقة والحقيقة مصر الحمد لله الحمد لله نظر العالم كله بيتوجه لها بشكل كبير جدا في العديد من الاكتشافات الاثرية من 2019 لغاية دلوقتي شفنا العديد من الاحداث الهامة كمان مش هنقدر ابدا ننسى طبعا موكب نقل المميوات الملكية افتتاح المتحف القومي للحضارة بنتكلم كمان لسه كنا مبارح بنتكلم على تطوير الحادث في مدينة الاكسر وانها هتكون ان شاء الله متحف مفتوح يعني الترميم الكبير في طريق الكباش الرابط ما بين معبد كارنك ومعبد الاكسر يعني كم كبير من التطوير في هذا الملف النهاردة احنا معنا اكتشاف اثري هام جديد اكتشفت البعتة الاثرية المصرية الفرنسية التابعة للمعهد الاوروبي للاثار الغارقة والعملة بمدينة هيراكليون الغارقة بخليج ابي قير او يعني خليج ابو اير يعني بالاسكندرية حطام سفينة حربية من العصر البطلمي وبقايا مدينة جنائزية اغرقية بتعود لبداية القرن الرابع قبل الميلاد الحقيقة الدكتور مصطفى وزيري الامين العام للمجلس الاعلى الاثار قال ان السفينة كان من المقرر لها انها ترسو في القناة اللي كانت بتتدفق على طول الوجه البحري لمعبد امون لكنها غرقت ليه بقى نتيجة لانهيار المعبد وسقوط قتل ضخمة عليها خلال القرن الثاني قبل الميلاد وده نتيجة وقوع زلزال مدمر وساهم سقوط تلك القتل الحجرية زي ما بيقولوا كده بعد الاحداث بتبقى فيها يعني دايما مبناء حدث مش كويس لكن بيحمل الى حد ما بعد الجوانب الايجابية ان سقوط القتل دي ساهم في الحفاظ على السفينة اسفل القناة العميقة المليئة الان بحطام المعبد اكد فرانك جوديوم رئيس بعتة المعهد الاوروبي للاثار الغارقة على ان اكتشاف السفينة السريعة اللي بتعود لتلك الحقبة الزمنية لا يزال نادر للغاية ليه لان السفن الاغرقية اللي من النوع دي او من النوع اللي تم اكتشافه ده سفن مجهولة تماما حتى اكتشاف السفينة بونوكيا مارسيلا 235 قبل الميلاد وهي المثال الوحيد اللي موجود عندنا عشان كده نقدر نقول ان الاكتشاف الاسري ده اكتشاف هام جدا اضاف كمان ان الدراسات الاولية بتشير الى ان السفينة كانت طويلة يبلغ طولها اكتر من 25 متر وتم بناء البدن للسفينة وفقا لطراز الكلاسيكي اللي بيعتمد على تقنية الدسرة والنقرة ومع ذلك فانها بتحتوي على مميزات الطراز المصري القادم وبالتالي فهي نوع مختلط من البناء في السفن بالتأكيد اكتشاف اثري هام بينضم المجموعة الاكتشافات الاثرية الهمة اللي احنا بناكتشفها على مدى هدي السنوات مرة تانية بقول ان احنا في العهد الذهبي للاكتشافات الاثرية رب دايما ان شاء الله مصر يعني احنا عندنا اكتر من تلتة اثار العالم لا احنا ما زلنا في اكتشافات اثرية هامة في كل كمان الحقب الزمانية مش بتكلم بس عن مصر القديمة اللي بنتكلم على اكتشافات زي ان احنا بنتكلم فيها دلوقتي يعني من العصور الاغرقية بنتكلم على اكتشافات اثارية من كل العصور الحقيقة فيارب دايما ان شاء الله احنا يعني متفقلين ان فعلا مصرح تبقى الدنيا